السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اذكروا في القرآن الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالنا اربونا عز وجل في الحديد القدسي عندكم تأدئوا الاولياء الا من عاد لي وليا فقد ادنته بالحرب هات الاولياء بسروا اولياء ارى بحالنا بحالهم هما زيدنا علينا بوحد مهم هو انهم تعرضوا للبلاء وتعرضوا للشدائد فذكروا الله بالليل والنهار وبكوا بين يديه وربي ما استجبش لهم طول عليهم الانتظار فقط هذا هو الفرق من عموم الناس اللي هما يبحاننا وبين اولياء الله صالحين الله تعالى اعطاهم البلاء الشديد وطول عليهم الانتظار فلم يشعروا بالضيق ولم يقولوا وابزاف وحنا شحلنا كنتظروا ما وقالي نوالو بل قالوا يا ربنا يكفينا انك الهمتنا الدكر يكفينا انك الهمتنا الصواب الله تعالى يباهي بهم الملائكة يباهي بهم الملائكة حتى اذا جاء يوم من الايام الله جل جلاله سبحانه وتعالى يغدق عليهم من الخيرات والبركات فيجعلهم اولياءه ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فعلينا ايها الاحب الكرام اننا نتمسك بهذا الانتظار للفرج وربي سبحانه وتعالى يفرج عليك للا فاطمة الله يفرج عليك وعلى ولداتك وعلى بنياتك وعلى جميع افراد الاسرة يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين وكنت ذكر بان بعض الاخوة بعثونا برسائل من الاختة ايمان من كذا من دار البيضاء كتقول بانها تعرضت للطلاق وزوجها احتال ومنعها من النفقة هي الان تعيش في وضعها صعبة للغاية مع طفليها وشفت رأسها بانها المسلك دي القضاء ما غير يجيبش للنتيجة فكتقول اتلبوا لي الله تعالى يبدلني بعمل لا لا ايمان ربي من لك يسد واحد الباب رأي يفتح لك ابواب اخرى الناس ليوم ما عندهم قضايا في المحاكم وكيمشوا يديروا محامين وكيمشوا القضاء وكيمشوا تحايل في الاحكام وما كيعطوكش حقك لم تقصد دعمه راسك ما عطاش لك الله يسامح علاش لان ابواب الرزق كثيرة ومتعددة والرزق اللي غير يجيب الدموع والرزق اللي غير يجيب الاغاط ما في خير خسر الرزق يجيب الخاطر لكن نعطيك النفاق وبالتحايل وبالمكأب لماذا الله يربح الله تعالى اسمه الرزاق هو يفتح لنا ابواب اخرى ذي الرزق فلا لا ايمان الله يفتح لك ابواب اخرى من الرزق الحلال واسأل الله تعالى ان يهبكي عملا يكون قارا ومناسبا في القريب العاجل الله يسهل عليك الامور ويفتح لك ابواب تسير بفضله وجوده وكرمه اخونا محمد من اقليم الحسيمة قادم الى الدار البيضاك يقلب على العلاج غير العمل الجراحية على عينيه وهو فقير محتاج وكيسأل السادة المستمعين بانه قادم من الحسيمة اجيب خاوي وجلد البيضاك يقلب على ملجأ اللهم يا رب شافه وعافه اللهم رزق الشفاء العجل يا رب انك اسمك الرزاق ذو القوة المتين اللهم ارزق رزقا واسعا وسخر له اهل الفضل والخير يكونون معه ويأخذون بيده يا رب انه ترك اولاده واحبابه وجرانه في وحشته اللهم يا رب تكفل بهم وكم لهم وليا ونصيرا امين امين يا رب وكنقل احباب الكرام اي واحد شي حاجة خاصة الله سبحانه وتعالى كفيله الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ولا يأباه لشيء فعلينا ايها الاحباب الكرام ان نكتر من ذكره ونقول يا الله يا الله سبحانك 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 توكلنا عليك توكلنا على الحي الذي لا يموت توكلنا على الحي الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وكبره تكبيرا دائما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزقين حسبنا الذي وحسبنا حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم سبحانك سبحانك يا الله يا الله يا الله كنت وتكون حيا لا تموت ولا تنام تنام العيون وتنكذر النجوم وأنت يا رب سبحانك حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم اللهم يا كريم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر سبحانك لا يعزب عنك شيء نسألك اللهم فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك ونسألك يا مولنا أنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك مقالد الأمور كلها سبحانك فإنك واسع الكرم وكثير الجود وحسن الشيام يا ربنا إننا عبادك الضعفاء الفقراء المرضى ببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون اللهم عجل لنا بالفرج يا رب عجل لنا بالفرج نسألك اللهم فرجا قريبا وصبرا جميلا ونسألك اللهم العافية ونسألك اللهم الغنى عن الناس يا رحمن لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم يسر اللهم يسر ولا تعسر يا مسهل الشديد يا ملين الحديد يا منجز الوعيد يا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا يا مولانا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ندفع مال نطيق ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا يسر أمورنا وارحم ضعفنا وقلت حينتنا وارزقنا يا ربنا رزقا واسع ارزقنا من حيث لا نحتسب يا حنان يا الجلال والإكرام يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج وطوب أيها الأحباب طوب لمن طال انتظار فرجه اللي بقى كيدعي الله تعالى كيدعي كيدعي ورب يحبه كيقول لي هاكاش بغيت ولكن اللي كيبقى يدعي ويعاود يدعي ورب بقي معطاش ما معناه أن الله تعالى يتباهى به بين ملائكة السماء ويقول يا ملائكة انظروا إلى عبدي انظروا إلى أمتي كيدعوني بالليل وبالنهار وبقي معطيتهمش ولم يملوا ولم يكلوا ولم يولوا وجههم عني فربنا تقول يفتخر يفتخر حتى إذا أعطاهم أعطاهم عطاءا كريما واشتباهم إليه وجعلهم من أوليائه وخاصته والحمد لله الصالحين كانوا أيام زمان تقول لك شوف أنا ما خاصني والو تقول لك أش خاصك ما خاصني والو أنا عندي الله اللي عند الله عنده كل شيء ما خاصني لا الظهر ولا الطمبيل ولا منصيب ولا جاه ولا تعويضات ولا كلام حسن من الناس ولا تناء ولا أي شيء عندي كل شيء ماذا عندك؟ عندي الله وكانوا المغاربة أيام زمان كانوا يخرجوك يفرح وتلقى فرحان ساعدك يقول لك أسعدي عندي الله أفرحي عندي الله وبهذا الكلمة الطيبة نختم حلقتنا وأسأل الله تعالى أن يجعلوا وإياكم من أهله وخاصته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدة